حاليا نتكلم عن الهاش كود مثل لان نحن انتهينا من .equals مثل ما شفنا بالمثال السابق نعم ايضا الهاش كود لها خطواتها اللي لازم نمشي عليها مثل ما كنا شايفين في السابق انا اترجع انتجر فلها بعض القوانين مفروض ندققها ايضا فتو امبلمنت الهاش كود هذا موضوع انا جمعت من الانترنت في بعض المواقر نتكلم عنها بطريقة مرتبة شوي عشان نطبق الهاش كود حق الكلاس مثل الكلاس اللي كان عندنا في السابق اللي هو كلاس مثل P اللي هو كنا نقول عنه PIN في عندنا اول شي اذا احنا سمونا اوبررايدن حق .equals we must override الهاش كود هذه الاسpecifications من java نعم when they are both overridden اللي هو equals و hash code equals and hash code must use the same set of fields يعني لو كنت انا في كتابتها حق .equals استخدمت two fields اللي هما كانوا هنا عندنا مثلا color وكان عندنا volume المفروض نفسهم استخدمهم ايضا في انشاء الناتج اللي هو الانتجر value قيم الانتجر من hash code نعم فاللي استخدمت .equals كfeel كحقول بيانات لازم تستخدمه ايضا في .hash code عشان تكون القيم متساوية if two objects are equal then they are hash code values قيمهم اذا كانوا هم true equal ما تم true لازم قيم ال hash code must be equal as well يعني لازم اذا ال pin هذا يرجع رغم one two three four المفروض ال pin الثاني يرجع ايضا نفس القيمة انتجر one two three four لاحظ شيء مهم جدا جدا ان ال hash code ما تاخذ فرامتر فما عندها اي فكرة عن ال object الثاني فاذا سئل كل object على حدة P عطي .hash code مفروض يعطيك رقم او PR لما يسأل ايضا عن ال hash code يعطيك رقم اخر ولكن رقمين لازم يكون متساوين اذا كان اذا وفقط اذا P and PR are equal true متساوين نعم فبعد في شغلة ثانية whenever it is invoked the hash code method يعني متى ما نادينا ال hash code على نفس ال object له P او PR اكثر من مرة it must retain the same integer value يعني اذا رجع رقم one two three four المفروض كل مرة النادي رجعنا السلقينا كلام فيه طبعا اه بشغلة بسيطة لو انه كنت قمت وكتبت اه اه العملية هذه في سويت object ايا كان ال object ايا كان ال object ايا كان ال object وكتبت system dot out dot print line وعطيت ال object مثلا object x ونفذت هذا ال object سيطبع اه شيء اه اه ارقام احرف اللي هو hex code وقلنا hexadecimal code فيه ناس يحطين بالهم انه الرقم هذا هو ال hash code لا هذا الرقم هو ال hash code الخاص بال virtual machine مواقع في الداكرة الخاصة في java وليس هو ال hash code اللي قلنا نتكلم عنه ال integer value لا ما لا علاقة بالمرة تمام فهذه الميس كونسيبشن الموجود اه انا حبيت قبل لا نمشي كده انه مثل ما كان عندنا في السابق مثل ما كان .equals مكتوبة في class object ايضا ال hash code مكتوبة في class object جاهزة حق بعض اللي هما الرقم والclasses الثانية اللي هي عندنا ال rappers نقول عنهم ال double و ال integer rappers كلهم موجود لهم hash code مكتوبة فانا حبيت بمثال بسيط اطبع اللي جاهز لنا نشوفه مع بعض ونفهم الفكرة مع بعض لانا ممكن ارجع integer كل مرة بدون ما اني اعرف مدخلات ال object الثانية فشوفوا معي public static void main حبيت اني اكتب عرفت integer وحطيت في رغم ثلاثة شايف معي عرفت boolean طبعا boolean object ماهو primitive type كل هذي له object ايش حقا مستخدم object عشان انادي ال dot hash code بعدين كذلك عرفت double حطيت في رغم 2.2 عرفت string اس اس عرفت يبغط الثلاثة الثلاثة اس 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 simultaneously التعلم ありがとうございました لانا بقوم باطبع ال هاش كويت ايش حقا المنتج جماد eh انتهج شهر والألم انتهج قيمة لماذا السابقنة لكو عملية تغير ما عندهم هاش كود مثل ما عندهم مثل فلاحظ له انتجر اوتوماسك ليعطي القيمة ولاحظ بالتعريف ان المفروض هاش كود ترجع معانا انتجر شايف هاش كود ترجع انتجر طيب نشوف مع بعض البوليون ثرو بي بي الاوتووت 1234 شي غريب ولكن هذا مكتوب وجاهز لك طيب الدبل كقيمة 2.2 البعض يقول انا بقطع هذا بطبع هذا اللي هين لا انت سويت مشكلة احسر الدبل هذا مع انتجر ثاني قيمته اثنين متساوين وهذا خطأ فلما تبتعرف ميسل . هاش كود لا تعرف حق اللي اريدي معرفين اللي هم اللي مكتوبين اريدي جاهزين جدامك اللي راح تصير فيه اخطاء بعدين فشوف الاسموت رغم غريب طيب لو عرفت دبل اخر دي 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 مثلا حطيت فيه 2.2 وطبعتها راح يطيك نفس الرقم هذا هذا شيء محسوب داخل جابا virtual machine نعم او جابا compiler طيب الآن السترنج بعد جاهز نعم فاضل يطبع بشكل هذا لو عرفت سترنج ثاني اسمه xyz ولا opq اسمه اضاقين تفاضل راح يطيك نفس الرقم هذا لاحظة ان شاء الله جاهزة ال primitive type نعم اذا قلت فاضل k يجب ان تبقى حرف k طالع رغم مثلا فالهاش كود حق ss لا يساوي الهاش كود حق ss ولغيرت ال capital ss ولغيرت ال capital ss سيعطي شيء اخر ايضا هذا يعطيك فكرة بسيطة ان الهاش كود مكتوبة وجاهزة حق primitive types بشكل reference وحق string ما طيب اذا استدي الفكرة انا عندي طريقة شيء واضحة معي حق البرنامج اللي انا كاسبه اللي هو pin فين انا عرفت color ك string وعرفت double volume لاحظة double هذا primitive type ماهو راثر طيب لما كتبنا العملية هذي ايام الفن احنا عارفينها متوجه معنا خطأ name كنا نقول get name أو get name .equals احنا كنا كاتبينها قبل شوي مجرد رتبتها لك تلاحظ انه حطيتك .this.color.equals OO القيم الياية من O.color and volume هذا كلام نقشناه قبل شوي الهين واحد الهاش كود المفروض الرجع integer حق البن هذا يختلف عن اي بن ثاني ولكن على اساس الفيرز استخدمناها نية الول color والvolume طيب انا وحطلع الحين حق الvolume لانه double صغير ماهو double object double primitive حولت الى double فعلي طلعت ال double value سميتها D معايا ان شاء الله شوف مع بعض اول رتيننا الحين الهاش كود حق D هذا والله هو رقم غريب بنفس الوقت لانه داخل في المقارنة عندي في ال equals الvolume ال color ال color هو string فمعا الهاش كود مثل خاصة فيه واخترت عملية الجمع بينهم فا اي رتير ناو ان انتجر الهاش كود فا اي رتير ناو انتجر هذا الهاش كود على اساس المقارنة اللون والحجم يختلف عن هذا الهاش كود على اساس المقارنة اللون والحجم لو اني كنت اقارن هنا فقط والحجم كنت رح ارجع ال volum وهو double value احوله فقط الى rapper وينادي الهاش كود وما في داية حق ال color هذي كلها اذا كنت قارن الى حجام فقط اذا كنت قارن فقط الالوان فانا الغي الجدء هذا تمام و الغي هذا فارد فقط الهاش كود واضح انها عملية مباشرة الفيلز اللي دخله في عملية المقارنة بالدوت equal هم انفسهم نستخدمهم ورجع منهم قيمهم الهاش كود في البعض يحط رقم زيادة يجمعه وهذا ما في داية بس لازم الهاش كود حق هذا اذا كانت المقارنة تختلف عن هذا تكون الأقام مختلفة ايضا اذا ما كتبت الهاش كود ما رح تقدر تستخدم الادوات عفوا اذا ما كتبت الهاش كود ما رح تقدر تستخدم الجابا كوليكشن فريمورك بطريقة صحية ويعطيكم العافية على حسن الاستماع